Chapter 7 Aldehydes and Ketones Lecture 5 Reactions of Aldehydes and Ketones 2 نواصل في مناغش التفاعلات الألضحيدات والكيتونات النوع الأول منها وهو إضافة Carbon Nucleophiles حيث ناغشنا في المحاضرة السابقة إضافة كاشف جريجنر إلى الألضحيدات حيث يعطي كهول أولي عند إضافته إلى Formal Dehyde وكهول ثانوي عند إضافته إلى أي من الألضحيدات الأخرى الآن نتعرف على إضافة كاشف جريجنر إلى الكيتونات Addition of Gerygner Reagant to Ketones عند إضافة كاشف جريجنر إلى الكيتون ثم بارتنت الناتج الوسيط بالحمض المائي يكون الناتج كهول ثالثي كما في هذا المثال نلاحظ الكيتون هو الأسيتون يتفاعل مع كاشف جريجنر المستخدم وهو Phenyl Magnesium Promide ثم في الخطوة الثانية Protonation بواسطة حمض الحيدروكلوريك والماء فيكون الناتج تيرشري الكهول وهو 2 Phenyl 2 Propanol الآن نناغش إضافة الكاشف الثاني وهو Hydrogen Cyanide إلى كل من الألضحيدات والكيتونات يضاف سيانيد الحيدروجين إلى مجموعة الكربونيل في كل من الألضحيد أو الكيتون وينتج سيانوهايدرين والسيانوهايدرين هي مركبات تستخدم لتخليق الأحماض الأمينية والكربوكزيلية حيث نلاحظ في هذا المثال يتفاعل الأسطالديهايد مع سيانيد الحيدروجين ويكون الناتج أسطالديهايد سيانوهايدرين